السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وحبيبي ومتابعي قناة التعليم الجديد معكم حسام أبو أنس أهلا ومرحبا بكم في مراجعة شاملة وممتعة وشيقة إن شاء الله تعالى مراجعة خاصة بالصف الثاني الابتدائي وأيضا ممكن يستفيد منها اللي دخلين الصف الثالث الابتدائي وأيضا اللي دخلين الصف الرابع الابتدائي لأن المراجعة دي هتكون على قواعد اللي درسناها في الصف الأول الابتدائي إن شاء الله قريبا جدا جدا هننزل أيضا مراجعة شاملة وممتعة على أولادنا اللي دخلين الصف الثالث الابتدائي إن شاء الله مراجعتنا هنا دلوقت من كتاب الباهر لكن قبل ما نبدأ فضلا لأمرا اشتركوا في القناة وفاعلوا جرس التنبيهات جرس التنبيهات بيعطيك اشعار على اليوتيوب ان القناة نزل الدرس جديد وبناء عليه تقدر تتابعنا اولا باول واتابع كل فيديوهاتنا التعليمية اللي بتنزل هنا على القناة كمان ادعوكم للاشتراك في قناتي الثانية قناة الثقافية قناة جيل المعرفة فيها قصص للاطفال فيها قصص للكبار فيها ايضا فيديوهات ادبية وثقافية ومعرفية ان شاء الله سنجد فيها فائدة كثيرة جدا يسعدني ان تشرفوني على القناة الثانية يلا بينا علشان ما طولش عليكم عايزك ممكن تجاهز معاك قلم وكراسة تسجل فيها كل التلخصات المهمة اللي ممكن تقابلنا في الدرس او في المراجعة تمامي حبيبي كمان عايزك تجاوب قبل ما انا اجاوب يعني مش عايزك تقعد ساكت قدام الفيديو لا انا عايزك انت تتكلم معايا انا هسألك وانت اجاوب وتشوف نفسك كده قيم نفسك هل اجابتك صحيحة مية في المية او هتاخد كام وان شاء الله انا متأكد انه كلكم متميزين يلا علشان ما طولش عليكم اكتر من كده نبدأ مراجعتنا قلنا المراجعة من كتاب الباهر للصف الثاني الابتدائي السؤال الاول السؤال الاول بقولك ايه اختر الحرف المناسب هنا النشاط ده بيراجع معنا الحروف المتشابهة في الشكل ومتشابهة ايضا في الصور زي مثلا يلا معايا اول كلمة اللي هي كلمة ايه الصورة دي بتدول على صور كلمة ايه جبنة جبنة طيب يبقى انت كده عرفت ان اول صوت ده الجيم فين الجيم اللي في بطنها نقطة ولا اللي فوقها نقطة تمام احسنتم اللي في بطنها نقطة قلب قلب في حرفين هنا معايا شبه بعض في الصوت القاف تمام قلب القاف حرفه مفخم لكن الكاف حرفه مرقب مفخم يعني ايه يعني تحس كده انه ايه صوته غليد صوته تقيل سميل عامل كده زي ايه اللي بكرش لكن الكاف حرف ربيد جدا كا كا كاف سيارة ولا سيارة انا بنقولها ايه سيارة تمام بالسين ولا بالصوت بالسين احسنتم يا حبيبي ضابط صورة كلنا عارفينها ضابط ضابط هل انت قلت دابط لا طبعا ضابط يبقى حرف ايه ده مفخم بطن ابو بطن كبير او كرش كبير تمام الضاد بعد كده صوت ايه ترى قطة قطة فين القاف بنقطتين ولا بنقطة اه القاف اللي بنقطتين احسنتم طائر طائر هل بنقول تائر ولا طائر لا بنقولها طائر يبقى حرف ايه حرف المفخم الطا احسنتم الزرافة 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 بتبدأ بحرف ايه انا عندي صوتين شبه بعض زي وذين اه زي ده فيه زنة زز كده لكن الزن حرف من الحروف اللاثوية بطلع لسان فيها بتبقى ايه ذا ذا طيب هنا قلت ايه زرافة زرافة تمام حرف ده فيه زنة اللي هو ايه زاي ثعلب ثعلب ثا ثا تلاحظ كده وانا بنقطة طلعت لسان سان بين الاسنان بنسميه حروف لاثوية ثعلب يبقى الثا وليست السي انتينا حبيبي من النشاط الاول يلا بسرعة نروح للنشاط النشاط التاني بيقول لنا ايه ضع خطا تحت الكلمات التي بها لام قمرية ودائرة حول الكلمة التي بها لام شمسية تمام ايه اللام الشمسية واللام القمرية طبعا كلنا شطار فيها وعارفين اللام القمرية اللي بيكون عليها سكون اللام الشمسية ما بيكونش عليها اي حاجة طيب ايه كمان الحرف اللي بعد اللام القمرية بيكون عليه فتحة أو ضمة أو كسرة طيب واللام الشمسية مش بيكون عليه حاجة والحرف اللي بعدها بيكون عليه إيه لازم يكون عليه شدة الشدة بقى ممكن يكون معها فتحة ممكن شدة وضمة شدة وإيه وكسرة ده كده الشكل لكن النط النط اللام القمرية تنطق أما اللام الشمسية لا تنطق طبعا اللين بيتكتبوا. اللام القمرية تنطق. اللام الشمسية لا تنطق. تعالوا نشوف كده مع بعض. الشجرة. الشاء. ها نطقت اللام ولا لأ? لأ طبعا ما نطقتهاش. انفعول الشجرة هتحس ان النطق تقيل قوي. ليه? لان اللام والشين قريبين من بعض في المخرج. فلما انت تقول الشجرة. الشجرة. فيه صعوبة في النطق. فاحنا بنخفي اللام خالص وبنسميها لام شمسية. يبقى نعمل دايرة. الهرم. الهرم. نطقت اللام. نعم نطقتها. هو ينفع ما نطقتهاش. طب جرب كده. اهرم. في كلمة اسمها اهرم. لأ طبعا ده الطفل النون الصغير لسه بيتعلم الكلام. هو اللي بيخفيها اقولك اهرم. لسه بيتعلم النطق. يبقى اللام هنا لام ايه? لام قمرية. جميل. الورق. الورق. مطقت اللام. مطقت اللام. يبقى لام ايه? قمرية. السبت. السابت. ينفع والسابت. السابت. حسنة تقيلة. لأ احنا بنخفي اللام. اذا اللام دي لام ايه? لام شمسية. تمام. الظرف. الظرف. مطقت اللام. لأ ما نطقتهاش. تبقى لام ايه? تبقى لام شمسية. خد بالك. احنا دلوقت انت ممكن بتعرفها من خلال الشكل. يعني اللام القمرية عليها سكون. اللام الشمسية مش عليها حاجة. لكن بعد كده لازم تدرب انك تقدر تقرأها لوحدك من غير التشكيل اللي عليها. لكن ما انه في سنة تانية هيقابلنا كلمات مش هيشكلها لنا. سنة تالتة كزلك برضو. ويسألك دي لام شمسية للقمرية. يبقى انت عارف الحروف الشمسية اللي بتجي بعد اللام. لو جات بعد اللام تبقى حروف شمسية. وتبقى عارف اللام القمرية يعني الحروف اللي بعدها بتكون حروف قمرية. ده كله شرحناه في فيديوهات. يعني ريت ترجعولها على القناة. المدرسة. المدرسة. طيب انا هقول لك بقى فكرة كويسة جدا. وطريقة حلوة تعرف بها اللام الشمسي واللام القمرية حتى لو مش مشكلها. ايه هي? انك لو انت احترت اللام دي شمسي واللام قمرية انا عايزك ايه? تخفي اللام خالص ما تنطقهاش. تخفيها ما تنطقهاش. طيب وبعدين لو لقيت الكلمة كده بعد ما ما نطقتش اللام كلمة كويسة وما فيهاش اي مشكلة ولا فيها اي خطأ في النط دي بقى دي لام شمسية. طيب وبعدين لو نطقتها من غير اللام ولقيت الكلمة خطأ ونطقها خطأ اعرف بقى انك لازم تنطق اللام لان دي لام قمرية. تعالوا ناخد مثال هنا كلمة المدرسة. المدرسة. طيب يلا ما نطقتش اللام كده هنقول ايه? ام مدرسة. ام مدرسة. فيش كلمة اسمها ام مدرسة. الكلمة النطقة غلط. نطقتها غلط. ليه? لانك اخفيت اللام. يبقى لازم تظهرها. ليه تظهرها? لانها لام قمرية. تمام? احنا هنعمل ايه هنا? هنعمل شرطة. تمام. يلا ما ننطقش اللام وتقول لي. ها? الساقرة. الساقرة. فيها اي مشكلة? لا ما فيهاش اي مشكلة. عارفين ليه? لان اللام لام شمسية. النوم. النوم. اخفيت اللام. فيهاش اي مشكلة? لانها لام شمسية. القلم. القلم. ايه القلم دي? هتقول لي لا استنى. ما ينفعش. لازم تنطقل اللام. ليه? لاننا اللام قمرية. شفت بقى بطل انت عرفتها ازاي? الكتاب. الكتاب. نطقت اللام تبقى لام قمرية. تعالوا مع بعض نروح للنشاط رقم تلاتة. بيقول لنا ايه? اكتب كلمات تبدأ بالاصوات التالية. عندي اصوات. يعني اصوات. الاصوات اللي هي الحروف. وخصوصا لما بيكون عليها حركة. بنسميها ايه? بنسميها صوت. الخاء عليها ضمة. خاء مجمومة. يعني بنطق كده معايا. خو. 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 طيب مات يلا بقى هاتري كلمة كده. اولها خو. فكر. فكر معايا. تمام? في كلمات كتيرة. انا اختار كلمة ايه? خبزو. خبزو. تمام? طي. 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 طق تحتها كسرة. يلا فكر كده. طفلو. تمام. احسنت. طفلو. ممكن واحدة يقول طين. تمام? طب. تمام? ما فيش مشكلة. فا. 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 فا عليها فتحة. زي كلمة ايه? يلا كلمة مشهورة اخدناها في المنحك السنة اولى. ثلج. احسنتم. ثلج. ثا. ثلج. فا. فا. فاهمة. فاهمة. او فرسو. فاهمة او فرسو. عي. عي. هم? فاكها كلنا بنحبها. عينبو. عي. عينبو. دو. 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 دوبو. دوبو. احسنتم يا حبيبي. طبعا الداء الباء عليها شدة وضمة. يلا نروح لنشاط. نشاط. نشاط اربعة. بيقولك ايه? صل كل كلمة بما يناسبها. عندي هنا مفرد وجمع. مفرد وجمع. يعني ايه مفرد? المفرد هو ما دل على شيء واحد. الجمع هو ما دل على اشياء كثيرة. المفرد هو ما دل على شيء واحد. واحد. لكن الجمع هو ما دل على اشياء كثيرة. ممكن يكون ايه? تلاتة اربعة خمسة طيب المطلوب مننا هنا هنعمل ايه هنوصل تشوف الكلمة دي مفرد ولا جامع ونوصلها يلا يا حبيبي مين هيحل معايا كلنا طبعا اقلام اقلام لما قولك اديني اقلامك تديني كام واحد بس لا طبعا ما قولك اشتريت اقلام يبقى انا كده اشتريت كام كتير يبقى اذا اقلام جامع قرية قرية كام واحدة يبقى اذا مفرد مدارس مدارس دل على ايه دل على كتير مش واحدة بس لو واحدة بس سنقول ايه مدرسة اذا جامع قطار يلا فكر معايا قطار مفرد احسنتم غابات غابات مفرد ولا جامع تمام كتير اشياء كثيرة غابات كثيرة يبقى جامع مهندس واحد يقول انا اتمنى ان اكون مهندسا يعني كده واحد ولا يبقى كتير لا طبعا يبقى واحد فقط يبقى الواحد ده بنسميه ايه مفرد يبقى مهندس مفرد فهود 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 كثيرة اذا جامع اطفال انا عندنا اقول ايه انا صحبت اطفال كثيرين طيب اطفال دي مش واحد بس ده كتير يبقى جامع مكتب كام اشتريت مكتب مكتب واحد ولا كتير لا مكتب واحد يبقى مفرد والجامع مكاتب هرم هرم ولك رسمت ايه تقول لي رسمت هرم يبقى انت كده رسمت كم هرم يا بطل تمام واحد يبقى مفرد عرفنا كده نفرق بين المفرد والجامع يلا يا حبيبي نروح بقى لسؤال المهم جدا جدا وهو التحليل الصوتي التحليل الصوتي حلل الكلمات التالية الى مقاطع صوتية يعني ايه سؤال المقاطع الصوتية ده احنا نتعلمه مع بعض احنا عندنا الحروف انواع حرف مثلا حرف متحرك هده اول نوع تمام وبعد كده حرف ساكن ده تاني نوع وعندنا كمان حرف مد وعندنا كمان ايه حرف مشدد دول اربع انواع من الحروف الا هنشتغل عليها في التحليل الصوت ده يا حبيبي طيب اول ما تقابل حرف متحرك طب هو ايه حرف متحرك حرف المتحرك اللي عليه فتحة او ضمة او تحته كسرة حرف المتحرك ده قوي نقدر نقرأه وحده ونقدر نبدأ به اي مقطع تمام لو لقيناه في الكلمة يبقى ابدأ به مقطع مباشرة يبقى الحرف المتحرك وحده حرف المتحرك وحده طيب الحرف الساكن اللي بيكون عليه سكون تمام ماله ده ده حرف ضعيف ما ينفعش عندنا في اللغة العربية كلمة تبدأ بساكن ولا مقطع يبدأ بساكن طب نعمل فيه ايه يروح يعمل مقطع مع اللي قابله يعمل مقطع مع مين مع اللي قابله شو بقولها ازاي حرف المتحرك واحده الساكن مع اللي يقابله تاني حرف المتحرك واحده الساكن مع اللي يقابله طيب الحرف المد حرف المد انا عندي مد بالالف ومد بالواو ومد باليال بس اخد بالك ممكن تلاقي الحروف دي ما تكونش مد لما يكون مسلا عليها همزة او فتحة او كسرة او سكون. تمام? يعمل ايه الحرف المد ده? الحرف المد مع اللي قبله اللي هو الممدود. المد مع الممدود. يلا الحرف المشدد اللي عليه شدة. مثلا زي لام عليه شدة وضم مثلا. لما نيجي بقى نحلله مقاطع صوتية نعمل ايه? الحرف المشدد ده اصلا هو حرفين. بقسمه حرفين كده. تمام? اول حرف لام وتانى حرف برضو لام. لكن اول حرف عليه سكون. تانى حرف اشوف الشدة معها ايه? الشدة هنا معها ضمة. يبقى انا بكده قسمته حرفين. الاول ساكن مع اللي قبله. والتاني متحرك نبدأ به مقطع جديد. تعالوا بقى نطبق الكلام ده هنا معنا واحنا بنحل. نهره. نهره. النون هنا ايه? نون متحركة. يبقى نه. طيب ويلها ساكنة. اه? قلنا بقوله ايه? ساكن مع اللي قبله. اللي قبله النون يبقى لهاء مع النون. نه. نه. طيب الرا? الرا متحركة. يبقى تبدأ مقطع جديد. مش عشان هي في الاخر نخليها مع اللي قبلها. لا طبعا غلط. يلا نقرأ بقى كده المقاطع الصوتية دي. نهرن. نهرن. انت لو تعلمت المقاطع الصوتية ما فيش كلمة هتتعبك في القراءة ابدا. ليه? لان خلاص تعلم. تحللها ازاي مقاطع صوتية. وبعد ما تتعلم تحلها كتابة بعد كده هتتحلها ايه? شافة هي. يعني بصوتك كده زي ما انا هعمل كده. مثلا الكلمة دي انا مش عارفها. فشوف اعملها ازاي? حا لايه? انا هعملها بصوتي لان انا خلاص متعلم المقاطع الصوتية بتكون ازاي? فانا هقول حا دي قة تن. حا دي قة تن. بحللها الاول مقاطع صوتية وبعد كده هركبها مع بعض. هلاقي نفسي قرأتي كويس جدا جدا. يلا الحا متحركة. حا. الده المتحركة ابدأ بها مقطع جديد. اه هنا ليه ايه مد? ليه مد مع الممدود. القاف متحركة نبدأ بها مقطع جديد. التاء المربوطة متحركة نبدأ بها مقطع جديد. يلا نقول مع بعض حا دي قة تن. حا دي قة تن. الارنبو. هنا اللام لام قمرية. اللام القمرية مع الالف. مباشرة. بدون تفكير. حتى. واللام الشمسية زي ما هنشوف هنا برضو. مع الالف. بعد اللام في همزة. ا ا. بعد الهمزة في را. را ساكنة. ساكن مع اللي قبله. بعد كده نون متحركة. مقطع وحدها. با متحركة. مقطع وحدها. الارنبو. الارنبو. بعد كده يلا مع بعض. اه? الفا متحركة. فوق. السين ساكنة. لوحدها ولا مع السين? ولا مع الفا? اه وحدها. لأ طبعا يا حبيبي. السين المساكن مع الفا. فس. طيب والتاء. هنا التاء والالف. مادوا ممدود. يبقوا مع بعض. المادوا الممدود دايما مع بعض. حفظها كده. مادوا الممدود ايه? مع بعض. بعد كده نون. يبقى فس تا نون. فس تا نون. الزرع لسه يليم من شوية. الف اللام مع بعض. ده بقى الحرف المشدد اللي احنا لسه بنتكلم فيه دلوقت. زاي. كام? دول اتنين. زاي وزاي. زاي الاولى عليها سكون مع اللام. احط خد بالك اللام هنا مش بنحط عليها حاجة خالص لنها شمسية. طيب وزاي التانية عليها فتحة. يبقى نبدأ بقى مقطع جديد. الرا ساكنة يبقى. زر العين متحركة. مقطع جديد. يبقى يلا ننتقى كده. الزرعو. الزرعو. نون معها الهمزة. ليه? يلا فكروا منها يقول لي ليه? تمام لان الهمزة ساكنة. نا نا الكاف. مقطع جديد. اللام مقطع جديد. نقول ايه? نا كلو. نا كلو. احسنتم يا حبيبي. نشاط ستة. صل الصورة بالحرف المناسب. صورة ايه? تي تي تمساح. تمساح. اول حرف ايه? يلا فكر كده معا. تي تمساح. تمساح. تمام. حرف التا. المكسور. دو دو. دب. دب. الدال. الدال المضموم. دو. دب. زهرة. زهرة. فين ازاي? زهرة. حرف الاخير تمام. شعلة. شو 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 شعلة. الشيل المضموم. ريشة. ري. ري. ريشة. تمام احسنتم. نشاط تاني. هنا بقى النشاط عن ايه? التا المربوطة والتا المفتوحة والها. تا مفتوحة وعندي تا مربوطة وعندي الها. ايه الفرق بينهم? بسرعة كده يا ابطال. التا المفتوحة دي بتنطق تا دايما. سواء عملت عليها حركة زي مثلا انضمة كده تو. او عملت عليها سكون يعني وقفت عليها في اخر الكلمة. انا كده بنتكلم على الحاجة دي لما تكون في اخر الكلمة. فبنمطقها ايه? برضو بنمطقها تا. سواء مضمومة او ساكنة بنمطقها ايه? تا. مش بتغلبنا خالص. زيها برضو الهاء. الهاء اللي مش عليها نقط من فوق. لو انا عملت عليها ضمة هو. او عملت عليها سكون بنسميها ايه? اه. اه. كده. يبقى برضو بنمطقها هاء. فهاش اي مشكلة. فين المشكلة بقى? مين الحرف اللي بتعبنا? التا المربوطة. التا المربوطة. ازاي? لو عملت عليها ضمة بنمطقها تو. بنمطقها ايه? تو. طيب. ولو عملتها بالسكون بنمطقها هاء. زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى انت كل كلمة علشان تعرفها تحط ايه في اخيرها? بنمطقها مرة بالضمة. ومرة بايه? بالسكون. لو تنطقت كل مرة ضمة او سكون تا تبقى دي تا مفتوحة. لو كل مرة تنطقت هاء تبقى دي تا هاء. لو مرة تنطقت بالتا ومرة تنطقت بالها يبقى التا المربوطة. في النهاية يا ابطال؟ ما تجي نفهم اكتر هنا. مستارة مستارة. شفت النطقت ايه? بالضمة وبالسكون. مستارة مستارة. مرة تا ومرها يبقى ايزا تا مربوطة. احسنتم. جونيهن جونيه. جونيهن جونيه. نطقت ايه? في كل مرة تنطقت هاء يبقى دي هاء. كتكوت 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 في كل مرة نطقت تا يبقى دي تا. مفتوحة طبعا مش مربوطة. فراشة 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 فراشة. نطقت ايه? مرة تا ومرها. ايزا تا مربوطة. احسنتم. يلا بقى انتوا لها تقول معايا. بنت بنت. بنت بنت. كل مرة. اتنطقت تا يبقى دي تا مفتوحة. منبه منبه. منبه منبه. كل مرة ايه? كل مرة هاء يبقى ايزا هاء? شمعة شمعة. شمعة شمعة. مرة تا ومرها يبقى التا المربوطة. قطة قطة. قطة قطة. مرة تا ومرها يبقى تا مربوطة. فهمنا يا ابطال التا المربوطة والتا المفتوحة والها اخر الكلمة. نروح لنشاط تمانية. نشاط جميل جدا وهو اسماء الاشارة. بيقول لك ايه? ضع اسم الاشارة المناسب مكان النقط. ايه هي اسماء الاشارة اللي احنا درسناها? هذا هذه هؤلاء. هذا هذه هؤلاء. طيب ما تيجي نقول الفرق بينهم? هذا مع مفرد. وهذه ايضا مع المفرد. بس هنا مع المفرد مذكر وهنا مع مفرد مؤنس. تمام? طيب. هؤلاء بقى? لا هؤلاء مش مع المفرد. هؤلاء مع الجمع. الجمع. بس الجمع عاقل. جمع العاقل. جمع العاقل. يعني ايه? يعني الانسان. اي حاجة بتشرق الى انسان يبقى لما تكون جمع هنقولها اولاء. طب جمع غير العاقل هتكون هذه. يبقى هذه لاحكتين. ايه هم الجمع غير العاقل والمفرد المؤنس. تعالوا نحل كده مع بعض هنا. بيقول لنا ايه? ولد ولد مفرد. تمام? مذكر المؤنس مذكر. يبقى هذا ولد. اشجار. اشجار. كام يا ابطال? ده جمع. لكن جمع ايه? يالما نقولش هؤلاء? لا نفكر الاول. هل هو جمع عاقل ولا غير عاقل? اشجار جمع غير عاقل. يبقى هذه ما ينفعش اقول هؤلاء اشجار. لعبة مفرد. مفرد ايه? مؤنس. تبقى. هذه قطار. قطار مفرد. تمام? مفرد ايه? مذكر. تبقى هذا. اولاد. اولد جمع. جمع ايه? قلنا الجمع هنفكر الاول. قبل من حل. جمع عاقل ولا غير عاقل? اه جمع عاقل. لان انسان يبقى هؤلاء. هؤلاء اولاد. طبيبة. 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 مفرد. مؤنس. يبقى هذه. طبيبة. يلا يا حبيبي. المشاط تاني. بيقول لك ايه? اكمل الكلمات التالية بحرف مد مناسب. مين فيكم يفكرنا بحرف المد اللي احنا يساعدنا من شوية? مد بالالف. مد بالواو. مد باليال. لما تلاقي نفسك كده طولت الفوق. فتحت الفم الفوق. يبقى مد بالالف. طيب. مدينا بتدويلة زي الضمة. وضمية شفيفك. يبقى ايه? يبقى مد بالواو. طب كسرت بالفم التحت. يبقى مد باليال. خد بالك كمان حاجة تانية. ان المد بالالف بيحب قبل يكون فتحة. المد بالواو بيحب قبل يكون ضمة. المد باليال بيحب قبل يكون كسرة. هنا بيقول لنا ايه? فهودو. شف بقى انت عملت ازاي بفمك? اه ضميت الشفايف. ليه? لان ده مد بالواو. كمان الهاء عليها ضمة. والضمة بتحب الواو. فهودو. هاتفو. اه سمعك بتقول مد بالالف علشان الهنا الهاء عليها فتحة. في لو. واحدة يقول لي مد باليال. علشان كسرت بالفم التحت. كله ده صح. اطباقو. تمام. مد بالالف. خفيفو. مد بايه? طولت التحت. يبقى مد باليال. الفاق تحتها كسرة. والكسرة بتحب اليا. نجومه. مد بالواو. عصيره. مد بايه? مد باليال. تمساحه. تمساحه. سينا عليها فتحة. فتحة بتحب الالف. يبقى مد بالالف. تمساحه. مت يلا بينا نروح للنشاط عشرة? السؤال هنا ابطال بيقول لنا ايه? اضف تنوينا مناسبا للكلمات التالية وغير ما يلزم. خد بالك ان احنا عندنا تلات انواع من انواع التنوين. تنوين بالفتح. تنوين بالكسر. تنوين بالضم. لكن التنوين بالفتح ده تقيل على الحرف. بيعمل ايه? بنجيب له الحرف الف مساعد ليه. يساعده. لان التنوين بالفتح بيكون تقيل على الحرف. اللي طبعا مع تلات حروف اه قوية بتقدر تشيل التنوين بالفتح وما بتحتاجش اي مساعد. اللي هي مثلا تقل مربوطة زي كده. الالف الهامزة قبلها ألف أول ألف فوقها همزة الثلاث حروف في أبطال دول مش بنعمل بعدهم ألف خالص عينباء هنا فتحة يبقى تنوين بالفتح عيناء عينبا عينبا كده صح؟ لا طبعا كده خطأ أما لإيه في هنا ألف ما ننساش قصر ضمة يبقى تنوين بالضم قصر مدرسة مكسورة في الآخر يبقى تنوين بالكس يلا ننطقها كده مع بعض أهم حاجة ننطق مدرسة مكتب فيه ضمة يبقى إذن تنوين بالضم يلا منها ينطقها معايا ينطق كده يلا يا بطل أحسن مكتب في لا في لا فتحة يبقى إذن تنوين بالفتح في لا يلا بطل نروح لبعدها لا لسه مخلصتش فيه إيه لسه فيه ألف بسعد اللام تمام أحسنتم يلا نقرأها في لن في لن أسادي أسادي تحتها كسرة إذن تنوين بالكس أسادي أسادي يلا حبيبي نشاط إطناشر بيقول لك اختر الصواب مما بين القوسين معانا هنا بقى ضمائر الضمائر عندنا أنواع كام ثلاثة ضمائر متكلم أنا ونحن ضمائر غائب هو وهي ضمائر مخاطب أنت وأنت يلا كده نشوفها نحل إزاي ولد يلعب هو ولا هي هنا ضمائر غائب هو مع المذكر وهي مع المؤنس هنا الولد مذكر لسألين الكلام ده يبقى هو هو ولد أحسنتم أحب وطني نحن شرطة أنا أنا ونحن دي ضمائر المتكلم فاكرين يا أبطال كنا بنقول إن ضمائر متكلم لو الفعل لو جاب عندها فعل وأوله همزة يبقى أنا أنا أو أنا أو يبقى أحبه هنا إيه أنا أحبه أنا أحبه طيب تعرف يا بطل با لو قالك اعملها الجامع تقول إيه نحن وغير الهمزة دي نحبه يبقى إيه نحبه نحن نحبه معلمة بارعة أنت معلمة أنت معلمة أنت مع المذكر أنت مع المؤنس معلمة فتاة والتأدي من علامات المؤنس أول ما تلاقيها في كلمة تعرف إن الكلمة دي مؤنس يبقى أن تي معلمة أنت معلمة نأكل الموزة أنا نأكل الموز نحن نأكل الموز تمام نحن نأكل الموز نشرب العصيرة أنت ولا أنت أنت أحسنتم أنت تشرب العصيرة تعرف بقى لو هي مؤنس كنون إيه أنت تشربين تشربين العصير نحط لها يا أون صديقة مؤنس هنا كد بالك هو اللي هي تمام أحسنتم هي هي للمؤنس هي صديقة مخلصة أنت هنا يا بطال من نشاط 12 يلا بسرعة نروح للنشاط اللي بعده يا طرفي هنا إيه معنا هنا بقى بيقول لك إيه الأفعال يعني هي صنف الأفعال التالية في الجدول يعني إيه الفعل الفعل ده اللي هو حدث العمل عمل أو حدث عمل أو حدث يعني برضو عمل أو حدث يعني حاجة بتحصل أو حاجة حصلت أو حاجة عايزينها تحصل تمام ده بنسميه إيه بنسميه فعل بنسميه فعل والأفعال دي أخدنا منها فعل ماضي وفعل مضارع وطبعا لسه فيه نوع تاني اسمه فعل أمر هناخدهم إن شاء الله كلهم في سنة تانية وهنعيدهم يلا أول حاجة هنا بقى عايزي الفعل الماضي إيه هو الفعل الماضي الفعل الماضي اللي هو انتهى انتهى يعني خلص عملته وانتهيت منه ده بنسميه فعل ماضي فعل مضارع اللي لسه بنعمله دلوقت يعني مثلا لو أقولك كده انت قبل الحصة عملت إيه هتقول لي أكلت أكلت ده فعل ماضي لأنك خلاص دلوقت مش بتاكل طيب لو أقولك انت بقى دلوقت بتعمل إيه تقول لي أستمع أه أستمع دي بقى فعل مضارع ليه لأنك لسه بتعمله حالك دلوقت خلاص يلا مع بعض فاتحة فاتحة لسه بيفتح ولا فاتح وانتهى فاتح وانتهى لبقى إذن فاتح فعل إيه فعل ماضي فاتحة نعم عندنا بقى أخد بالك ان كل فعل ماضي ممكن نحوله مضارع وكل فعل مضارع ممكن نحوله ماضي يبقى مثلا أنا قلت لك إيه فاتحة عايزنا مضارع ممكن نقول إيه يفتح يعني لسه بيعمل دلوقت لسه بيعمل الفعل ده دلوقت يالله كلمة طبيض طبيض الدجاجة فيمت منها إيه انها خلصت ولا لسه الآن طبيض ده فعل مضارع طبيض فعل مضارع طيب بعد كده أزرعوا أزرعوا فاللي حقول لك أزرعوا الحق يبقى هو مستمر في زراعة الحق لسه بيزرع حالا أزرعوا يبقى فعل مضارع احنا قلنا لسه اللي لسه بيحصل دلوقت ده فعل مضارع كتب كتب الطالب الدرس كتب وخلص يبقى ده إيه فعل ماضي فعل ماضي كتب رجع رجع الولد من المدرسة رجع فعل فعل ماضي رجع وانتهى رجع يقرأ يقرأ التلميذ القصة يقرأ التلميذ القصة لسه بيقرأ يبقى فعل مضارع فعل مضارع صامة 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 المسلمون رمضان صامة وانتهى رمضان مش موجود دلوقت يبقى صامة فعل إيه فعل ماضي نرسمه لسه مع بعض بنرسم نرسمه اللوحة يبقى فعل إيه فعل مضارع نشاط 14 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب معنا فقرة وبعد كده عايزين نحل من خلال الفقرة يوم الخميس الماضي جلس فادي في البيت يقرأ دخل الأب وسأله ماذا تفعل؟ قال فادي أقرأ كتابا عن الأسماك قال الأب أنا فخور بك يا فادي لأنه بحب القراءة بحب يتعرف على المعلومات استخرج من الفقرة كلمة استخرج يعني هنطلع من الفقرة دي المطلوب مننا إيه أول حاجة مطلوبة؟ مادة بالألف يعني كلمة فيها مادة بالألف نصحها بايبي علشان نطلع صح لازم تبدأ من بداية الفقرة تبدأ من هنا من بداية الفقرة ما ينفعش أدخل كده أبحث في وسط الفقرة أو في آخر الفقرة لا ابدأ من البداية وهتلاقي الأمر سهل بالنسبة لك جدا مادة بالألف يلا أقرأ كده يوم الخميس الماضي هنا فيه مادة الماضي يبقى أنا خدت أول كلمة الماضي تمام؟ مادة بالياء يوم الخميس الماضي هنا فيه إيه؟ فيه مادة بالياء تبقى الخميس الخميس فهي مادة بالياء تمام؟ يبقى أكتب أي حاجة فادي تمام؟ أنا مثلا ممكن أكتب فادي اختر لك أي كلمة من الكلمات دي القمرية يعني لم قمرية برضو هنبدأ من البداية أي ألف ولام هفكر فيها هل هي لم قمرية ولا لم شمسية يوم الخميس في ألف ولام الخميس نطقتها يبقى لم قمرية الخميس يلا حبيبي ضميرا ضميرا يعني إيه؟ لسه إلينا ضمير متكلم أو ضمير مخاطب أو ضمير غائب يلا نقرأ كده هنلاقي فين 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 يا طرى في الآخر خالص الأب قال له إيه؟ أنا أنا ده ضمير طب مين فيكم هيقولي ضمير نوع إيه؟ ضمير متكلم أحسنتم جمعا قلنا الجمع يدل على يدل على إيه؟ أشياء كثيرة طيب يلا كده نقرأ فين كلمة بتدل على أشياء كثيرة هتقرأ يا حبيبي من أول الفقرة هتلاقي كلمات الأسماك الأسماك بس أهم شيء كل مرة تقرأ أنا بس كده اختصارا للوقت مش عايز أقرأ كل مرة الفقرة من جديد مفردا مفردا يعني كلمة مفرد هتلاقي عندك كلمة يوم يوم مفرد طب مين فيكم هيقولي جمعاها إيه؟ فكر كده معايا يوم جمعها أيام تمام أحسنتم تنوينا بالفتح تنوين بالفتح لسه أيلين من شوية يوم الخميس الماضي جلس فادي في البيت يقرأ دخل الأبو وسأل ماذا تفعل يا فادي؟ قال أقرأ كتابا شفت كلمة كتابا تنوين بالفتح قد بالك الألف دي اللي بتساعد الباء تنوين بالضم فكر كده معايا هنلاقي كلمة إيه؟ فخور فخور بها تنوين بالضم وطبعا بقى علشان نبقى ممتازين ومتميزين يعني اللي بقولك تنوين بالفتح بحط الفتحتين تنوين بالضم حط الضمتين فعل مضارع يعني حاجة لسه بنعملها بقولك إيه؟ يقرأ فادي في البيت يقرأ كان لسه بيقرأ لما الأب دخل عليه وجده يقرأ يعني كان مستمر في القراءة يبقى في المضارع كلمة يقرأ رقم بقى صل كل سؤال بالإجابة المناسبة عندنا هنا أسئلة وصدى فيه إجابتها هنقرأ السؤال كويس جدا وهنشوف الحل بتاعه إيه متى جلس فادي يقرأ خد بالك إن إحنا عندنا هنا كده متى وأين وماذا بنسميها أدوات الاستفام أدوات الاستفام اللي إحنا بنسأل بها عن الشيء اللي إحنا عايزين نعرفه متى بتسأل عن الوقت أين تسأل عن المكان ماذا تسأل عنه الإجابة بقى اللي إحنا هنوصلها بتاعت متى لازم يكون الإجابة فيها يكون وقت وأين لازم الإجابة فيها يكون مكان وماذا لازم يكون فيها غير عاقل يلا كده يا بطل معايا مقول لك إيه متى جلس فادي متى في البيت لأ ده مش زمان كتابا عن الأسماك برضو مش زمان يوم الخميس الماضي تمام هو ده الزمان يبقى متى جلس فادي يقرأ يوم الخميس الماضي أين جلس فادي يقرأ وانا بتسأل عن المكان في البيت هو المكان أحسنتم ماذا كان فادي يقرأ ماذا بتسأل عن حاجة غير العاقل كتاب الكتاب ده غير عاقل بقى إيه اللي كان بيقرأه فادي كتابا عن الأسماك نكمل نشاط 14 نشاط جيب بيقولك حلل الكلمات التالية إلى مقاطع صوتية لسه سؤال مقاطع صوتية أخدناه في المراجعة دي أنا السؤال ده هتركه لكم واجب عايزة شوف بقى إجاباتكم الجميلة تحت في التعليقات أسفل الفيديو ويريد تكتب معها اسمك واسم المحافظة اللي انت منها راسي أبطال يبقى السؤال ده ده إيه السؤال ده كله كده واجب هتحلوا في التعليقات علشان نتعرف بقى على أصدقان إلا هيستمروا معنا إن شاء الله تعالى خلال الصف الثاني الابتدائي نشاط 15 بيقولك إيه صنف الكلمات التي في الجدول إحنا عندنا الجدول هنا فيه إيه مذكر ومؤنف مذكر ومؤنف المذكر المذكر بينشار عليه بهذا المؤنس بينشار عليه بهذه لبقى لو فيك كلمة انت مش عارفها ده مذكر ومؤنس شوفها تشار عليها بإيه لو بهذا يبقى مذكر لو بهذه تبقى مؤنف في علامة كمان المذكر مفهوش تقى مربوطة المؤنس من علاماته بيكون فيه تقى مربوطة طبعا مش كل المؤنس بيكون فيه تقى مربوطة بس أنا عايز أقولك إن أي كلمة فيها تقى مربوطة تبقى مؤنس يلا كده نشوف مع بعض معلمة معلمة تقى المربوطة هي يبقى نقول إيه معلمة مؤنس ونشار عليها بإيه بهذه هذه معلمة جميل جبل ينفع نقول هذه جبل لا هنقول إيه جبل مذكر تمام يبقى جبل جبل مذكر إصبع إصبع هذا إصبع ولا هذي إصبع لا هذا إصبع يبقى إصبع مذكر وردة وردة أخرها إيه آه تمام كده أن تعرفتوها وردة أخرها تقى مربوطة تبقى مؤنس طبوة حديقة أيضا أخرها تقى مربوطة تبقى مؤنس حديقة حديقة لحم لحم هذا لحم ولا هذه لحم هذا لحم يبقى لحم مذكر بيت هذا بيت ولا هذه بيت بيت شاخلة تقى مربوطة يبقى مذكر هذا بيت هذا بيت ورقة أخرها تقى مربوطة تبقى مؤنس يبقى كده فهمنا ما الفرق بين المذكر والمؤنس نروح مع بعض يا حبيبي لآخر نشاط بيقول لنا إيه اقرأ الفقرة واستخرج الكلمات التي بها شدة وحدد الحرف المشدد يلا نقرأ كده مع بعض واحدة واحدة أحس محمد بوجع في خده فصرخ من الألم وقال لأمه سني تؤلمني أخذته أمه إلى عيادة الطبيب يلا من فيكم هيقول لي الكلمات اللي فيها حرف مشدد آه كلمة أحس أحس إيه الحرف المشدد السين جميل يلا تاني محمد آه فيها حرف مشدد محمد طب يلا بسرعة قلولي حرف المشدد تمام أحسنتم سمعكم بتقولي الميم بوجع ما فيهاش فيه خده خده تمام خده فيها يلا من هيقوله بسرعة آه الدال هو الحرف المشدد فصرخ من الألم وقال لأمه كلمة إيه أمه فيها حرف مشدد اللي هو إيه أمه اللي هي الميم سني سني آه كلمة سني بها حرف مشدد على القناة في قائمة خاصة بدروس الصف الثاني الابتدائي ترمي الأول وأيضا موجود الترمي الثاني وقبل كل الدروس دي هنجد فيديو مهم جدا جدا للمعلمين وأولياء الأمور بيوضح لنا منهج الصف الثاني ماشي إزاي وهي الدروس الموجودة فيه وبنذاكر مع الأولاد إزاي كل ده هتجدوه في الفيديو ده إن شاء الله تعالى في النهاية لا تحرمونا من الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة أيضا ما تنسوش الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في قناتي الثانية قناة جيل المعرفة إلى أن ألتقي بكم لكم مني أطب